السلام عليكم النهاردة وبكرة البنك الاحتياطي الفدرالي او البنك المركزي الامريكي يجتمع للنظر في اسعار الفايدة في الولايات المتحدة الامريكية الفدرالي الامريكي رفع اسعار الفايدة 9 مرات متتالية بين 1% و 1% و 1.5% و رفع الاجتماع الماضي اللي كان يوم 22 مارس 4% توقعات البنوك والمراكز البحسية والكثير من الخبراء ان البنك المركزي يرفع اسعار الفايدة ربع في المية خلال الاجتماع القادم و ده استمرارا لمواجهة التضخم في معركة كبيرة جدا ضد التضخم على المستوى العالمي بتقود البنوك المركزية او السياسات النقدية من خلاج تشتيد السياسة النقدية او رفع اسعار الفايدة للتغلب على معدلات التضخم البنك المركزي الامريكي بيستهدف 2% معدلات التضخم و حاليا بيتكلم على 4.2% كان في فبراير 5.1% يعني تقريبا خفضوا 1% عمليات رفع اسعار الفايدة اللي حدست في الولايات المتحدة الامريكية كان لها تأثير كبير بلا شك و شفنا التأثير ده هو في ازمة مصرفية كانت ممكن يكون لها صدى كبير جدا لكن تدخل الفدرالي الامريكي و لم الموضوع و أيضا انتقلت لأوروبا و تدخلت البنوك المركزية و لمت الموضوع طبعا تأثير البنوك الافلاست و خاصة ان هي بنوك كبيرة في الولايات المتحدة زي سيليكون نانفالي و سيجنيتشار بنك دي بنوك اثرت بلا شك على الاسواق العالمية و على الاسواق داخل الولايات المتحدة الامريكية و شفنا بعد 38 سنة من تأسيس بنك فريست ريبوبليك المساهمين أو الملاك في البنك خسروا ما يقرب من 97% من قيمة السوقية لأسهم البنك فكان اللي رفع اسعار الفايدة تأثير على البنوك و أدى لإفلاس بعض البنوك أو 3 بنوك الحاجة الثانية أنه أثر على الاقتصاد بشكل عام و دخل في مرحلة من الركود بيسموه ركود المعتدل و معدلات نمو متدنية للاقتصاد الامريكي اتوقع أنه يرفع اسعار الفايدة ربع في المية والبعض بيقول ده آخر رفع للبنك الاحتياطي الفدرالي وبعد كده هيبدأ يسبت اسعار الفايدة طبعا ده كله مرهون بمعدلات التضخم خلال الفترة القادمة لو البنك المركزي الامريكي رفع اسعار الفايدة ربع في المية هل ليه تأثير علينا؟ بلا شك استمرار البنك المركزي في رفع اسعار الفايدة ده بيكون ليه تأثير على الأسواق النشاء ومنها السوق المصري ليه تأثيره أن استمرار أزمة نقص العملة لأن كان نقص العملة بيعوضوا جزء من الاستثمارات المباشرة في أدوات الدين الحكومية اللي هي زون الخزانة والسندات الحاجة الثانية يمكن نشوف أن البنك تتجه لرفع اسعار الفايدة على الأوعية الانتخارية اللي هي بالعملات الأجنبية زي اللي بالدولار وممكن تحركها ربع في المية أو نصف في المية خلال الفترة القادمة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي يريد تقول لنا توقعك عن الفايدة الأمريكية وأيضا قل لنا رأيك في تأثير ده على الأسواق النشاء والسوق المصري وهنعمل لحضرتك استطلاع كده في المنتدى قل لنا رأيك أيضا حيث نشوف التوجه ماشي إزاي عندك أي تعليق اكتبوا على القناة أي تساؤلات اكتبوا على القناة وزي معادنا حضراتكم بخدمة البريد الإلكتروني فتقدر حضرتك تخش على موقع قناة صباح البنوك ويتحط البريد الإلكتروني بتاع حضرتك وتشترك في الخدمة وكل الأخبار اللي هي تبنشرها على الموقع هتوصل لحضرتك على الإيميل إن شاء الله نتابع لكم كل ما هو جديد نشكركم ما تنسوش تشتركوا تشاركوا لأصدقاء وتفعيلوا خاصية الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبصة كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات الموجودة على القناة لأن في كتير من تساؤلات حضراتكم إجابتها موجودة في فيديوهات تعملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعملات العملاء مع البنوك اشتركوا في القناة